قال للمسشار الألماني أولاف شولتس من الأمان المعقودة على توصل إلى حل سلمي سريع في أوكرانيا وعرب شولتس عن اعتقاده بأن أساس السلام يتمثل في إدراك القيادة الروسية أن المهم هو انسحاب القوات عندئذ ستتاح الفرصة لإجراء محادثات وأن على يقين بأن الحكومة الأوكرانية ستشارك فيها ودفع شولتس مجددا عن توريد بلاده أسلحة إلى أوكرانيا وقال سنواصل دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن نفسها طالما كان هذا ضروريا لا أعتبر هذا الأمر ضروريا سياسيا وستراتيجيا وحسب بل أنه واجب يتعلق بأخلاقيات السلام